اتحاد المصري للكيك بوكسنج بيستعدل تنفيذ خطة بتشمل استضافة عدد من البطولات الدولية في مصر وهنتكلم عنها وهنتكلم كان كمان عن أنواع الألعاب اللي بيشملها الاتحاد وخطة دعم اللاعبين المحترفين كل ده معدفنا العزيز جدا كابتن محمد صبيح رئيس اتحاد المصري للكيك بوكسنج صباح الهنة صباح الورد سوعة ده بوجود حضرتك طبعا وخليني أبدأ كده ونخش في التفاصيل على طول ايه دلوقتي البطولات اللي بيستعد لها الاتحاد عايزين نتطمن عايزين نتطمن كمان سادة المتابعين اتفضل سيد كابتن احنا عندنا على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي أكتر من حدث نتكلم عن البطولات الدولية اللي بينظمها الاتحاد المصري للكيك بوكسنج جوه مصر أولا ثم نتكلم عن خطة الاحتراف أولا البطولات الدولية اللي بيستعد لها الاتحاد المصري للكيك بوكسنج عندنا في شهر اثنين الحالي البطولة العربية التي تكون جدسو بطولة كأس العالم والعالم للشهود بوكسنج ده في شهر اثنين في شهر اربعة عندنا البطولة العربية لأنديت الكيك بوكسنج في شهر ستة عندنا البطولة الأفريقية لأنديت الكيك بوكسنج في شهر احداشر احنا مقديم الملف ان شاء الله ندير بطولة أفريقية للمنتخبات ده اللي تم تأكيده الحمد لله لحد دلوقتي أما على مستوى الاحتراف فده موضوع كبير الكيك بوكسنج في العالم مجال الاحتراف فيه مفتوح و واسع احنا عملنا خطة متكاملة وعرضناها دكتور أشرف معالي وزير الشباب الرياضة وهو بصراحة قال هو معنا في كل حاجة وقال هنساعدكم بس هنساعدكم معنويا ولا هنساعدكم ماديا كمان يعني أنا بحب المعنوي جدا يسعدني بس المادي بيسعدنا أكتر ونبقى محتاجينه يعني عايز أقول حياتك أن احنا من سين قريبة نتعادة ربع سين ونجي عندوكم هنا وحنا بالأس الاتحاد ما كانش عندنا كيام ما كانش فيه كيام كانش فيه دعم وقتها أصلا يعني كل الأشكال فاصنعت الكيام بالنسبة لنا دي البداية بس اللي أنا بطمن به كل ولادي الكيك بوكسنج معي وزير الشباب الرياضة يعني قال دعم الكامل لاتحاد الكيك بوكسنج باعتباره من التحيات اللي نشأت وخيط مساحتها في الساحة وبقيت نكحة بشكل جديد صحيح احنا بنختار من مصر في عشر موازين كل مزان 16 لعب يعني 160 لعب على المستوى المحلي المية وستين لعب على المستوى المحلي دول هنعمل خطة أحداثة على 12 حدث كل شهر حدث واحد في كل شهر حدث واحد فيه 30 مباراة فيهم 40 لعب اللعيبة دول هيطلع عشر أبطال هم دول أبطال مصر المحترفين اللعيبة دي اللي هنعمل بيهم في السنة التالية خطة نشاط دولية فيها 16 لعب من العالم في كل وزن في مكافئات مالية فيها للعبين الفيزين على مستوى المحلي واللعبين الفيزين على مستوى العالم هيبقى فيه حدث دولي سابت في مصر كل شهر على مجال الاحتراف ده غير الهواية هنا النقطة عايزين نوضح الفرق بين الهواية والاحتراف الهواية ده الطريق الطبيعي للعب يلعبه بطولة القاهرة الجمهورية لعب منتخب مصر كل معدات الهواية اللي هي بيلبس فيها كميع جميع أدوات الحماية الهيت جارد الموس جارد الجلافز الشين جارد كل أدوات الحماية أما الاحتراف التصور اللي حقيق شايفه دوت أدوات الحماية فيه يعني ما فيش أدوات حماية هو ما فيش هيت جارد بيبقى اللعب فيه هنا احترافي مفروض ان اللاعب هنا يحترف الرياضة دي هو الاثنين مصريين الاثنين مصريين ده نموذج بدأنا نشتغل عليه الفترة الجاية اللي بنجهز له عشان نشتغله على مستوى العالم يبقى هنا في العالم فيه استثمارات كبيرة في مجال الاحتراف الكلام ده متطور جدا في هولندا ومتطور جدا في تايلند احنا عايزين ننقل الصورة دي وتبقى موجودة في مصر وفي أمريكا طبعا بتطور بشكل كبير الناس بتروح الاحداث دي وكأنها حفلات سينما هي حلت محل المصرعة المحترفين بشكل كبير اللي هي ألعاب الكيك بوكسن بتاعتنا اللي هي جماهرية كبيرة الحدث اللي هيك شايفها ده فيه 8000 لاعب ده حدث الهواء 8000 لاعب مع وليه أمر أب وأم حضر الحدث 24 ألف شخص جاي بيتفرج على حدث الهواء الاحتراف بقى شكل أكثر تمييزا ملعب واحد شكل عام كويس يعني كل ده على مستوى الهواء احنا بنتكلم ممكن منه بيتم كمان اختيار البعض ليه بعد كده تدربهم ويصبحوا بيلعبوا باحترافية يعني أو بشكل احترافيا المنافسة الكبيرة دي بتطلع لي بطل مصر الهواء اللي بيخش تجارب اللي بيخش المنتخب القومي المصري اللي بيطلع لي واحد بس يعني من الأعداد دي بتطلع لي بطل واحد ولا في كذا بطل لا في كل وزن واحد في كل وزن واحد بس مش مش ممكن يبقى فيه فرصة أكبر لو بديت أكتر من وزن يعني في كل وزن أكتر من لاعب هقول لي حياتك الطريق الطبيعي للهواء بطل مصر اللي هو مين اللي بيبقى لعب منتخب مصر عمين خط واضح للناس مفيش تكلف في الأمر ومفيش اختيار مبني على الأهواء الشخصية فيه سيستم محطوط بيقول بطل مصر للأندية بطل مصر للمناطق بطل مصر للقطاعات الأندية بتطلعات الجمهورية الأندية مناطق بتطلعات بيتم تصفى من خلال المناطق اسمها البطولة التصنيفية بيطلع فيها بطل مصر اللي بيمثل مصر في كل أحداث الدولية ده أمر واضح والناس كلها عرفاه جوه مصر واخد يبالك فيه قبل كده كمان عشان نأهل الولاد يوصلوا للمستوى ده بقنا نعمل عشان العدد انتشر وكبر جدا بقنا نعمل مستويات كتلية لحد ما يقدر يلعب في المستوى الأول مستوى C, N, C, B, A فكده الولد بيمر بمراحل فايداتها ايه من نسباننا بقلو سنوى للمستوى بقلو سنوى للمستوى متكافئ اتميز بيطلع المستوى الأعلى اتميز بيخشوا من تفضل طب احنا بعيدين نطلع فاسا سريعا جدا وحنرجع نتكامل حدثنا مع كابتن محمد سبيح كابتن محمد سبيح رئيس اتحاد المصر كيك بوكسنج منوارنا وحدثنا بس مستمرة عن أبطالنا في الكيك بوكسنج وخلينا برضو نعرف الناس أكتر حضرتك ذكرت دلوقتي المستوى الخاص بالهواء وعايزين نتكلم أيضا عن المحترفين ويهمني جدا أعرف هل البطل المصري عندنا بيبقى متفرخ فقط للعبة ولا احنا عندنا أبطال وبيشتغلوا أو بيدرسوا ففي تشتت شوية في محاولة للتوازن هنا وهنا لكن برضو تلاقي صعوبة وربما تؤثر على النتائج للأسف الأصل ان التجارة في المستوى ده والرياضة في المستوى ده هي استثمار تجارة في المستوى ده هو المستوى الاحترافي احنا بنمشي مع الولاد درجة درجة ابدأ احتراف في مستوى متواضع في الان سي بي ايه انت بطل البطل ده بنعمل بنهم منافسات عشان يبقى هو ده بطل الحزان دي خطتنا بطل مصر بطل مصر ده هنجيب له أبطال من بره بدل ما نطلع نس عليهم بره لا هنجيب له السمار ده في مصر تعالوا ننظموا الأحداث دي في مصر ونعمل أحداث احترافية على مستوى عالمي للأبطال بتوعنا هيتم اختصار 16 بطل من على مستوى العالم الستشار البطل دول هيتصفوا لتمانية لاربعة لنهائي كلمت دكتور أشرف صبحي وزير شابوب رياضة وفي عندنا إدارة الاستثمار رياضي جوه الوزارة هتتبنى المشروع ده اللي هو ان اللعيبة المحترفين المصريين اللاجنة الاستثماري الموجودة في الوزارة ودي حاجة استحتاجتها دكتور أشرف هتساعد الولاد دول يبقى فيهم راعي أو سبونسر وهيساعد يجيب الشركات المهتمة بالأمر ده بحيث ان التجارة الموجودة في العالم في مجال الاستثماري الرياضي ده تبقى موجودة عندنا في مصر بس بشكل اتحاد برضو بيبقى عنده ناس بتشتغل على الاستثمار والسبانسرشب وكده مع وزارة الشباب والرياضة المستحدثة القطاع المستحدث ده ده بشكل عام موجود ولكن احنا في العالم الكيك بوكسنج ليه ناس بتروح تتفرج عليه عايز اقولك أكبر من كده بس الدكتور أشرف أحلي ما تتكلمش في النقطة دي اللي هو في اللعب بتاعتنا فيه مره نوت في العالم قال لي احنا في مصر لا بلاش نتكلم في ده نتكلم ازاي نجيب لهم رعاية او مستثمرين لتستثمر في الاحداث دي فيه تيكت دخول فيه جمهور للعبة كلام ده بقى موجود انا لما بقيت عامل حدث في الاول كنت باخد صالة صغيرة دلوقتي بقى صالة واحد طلعنا صالة الدراجات هي المباريات دي مزاعة ولا غير مزاعة المباريات دي بيجي فيه كنوات اعلامية كتير بتيجي تغطي وانتو الاهلي بيجي تغطي برضو لكن بس مباشر مفيش بس مباشر في اللي فات مفيش لكن في اللي جاي هيكون فيه ان شاء الله بقى دي بقى هتفرق جدا في السبانسرشيب يعني انا كسبانسر اقولك طبعا المباريات دي اللي هنزل عليها مزاعة ولا لأ مين هيشوفني كم عدد الناس اللي هتشوفني الفيورشيب كده فدي كلها لو تمت فعلا ممكن تفرق فيه فكرة السبانسر عملنا مشروع متكامل فيه الهدف ده ان يبقى فيه الولاد دول ليهم رعاية تساعدهم في المستقبل ان هما يوصلوا لأعلى دراجات الاحتراف وان النوع ده من الاستثماري موجود في مصر ان حالاتك بتنزلي بالليل عايز تروحي تفرجي على ماتش كيك بوكسنج ياريت والله فكرة تبقى تجديد فعلا الكلام ده بالنسبة للناس الناس بتحب الأكشن بشكل عام فالكلام بالنسبة للناس بتستهويهم خصوصا للرياضة دي كاريرات كيك بوكسنج النهاردة موجودة تقريبا في كل الاندية كل الجمهات الخاصة كل المراكز الشباب تقريمة بقت موجودة كده وبقى كل عايز اقولك في طبقات المجتمع كلها بقت اللعبة بتاعتنا موجودة حقيقة لو تبيعتي هي كانت يمكن في الفئة المرفاهة شوية بعد كابتدت نيات تعمل في الكل في كل الطبقة فبقى المنافسة مفتوحة وبقى الناس حبة تبقى موجودة وعلى صعيد رجال والسيدات يعني رجال والسيدات حقيقة كنت صدفتي قبل كده كابتن زينب وقبل كده كابتن نورة صدقتي كابتن زينب على الانستجرام دلاتي انتو متأثروش معانا احنا بنجتهد اننا احنا نعمل رياضة فعلا تخش جوا كل بيت ان المشاهد المصري مش بس يتفرج على الكورة كمان يتفرج على الكيك بوكسنج الكيك بوكسنج بأنواع وحنا عندي لها الكيك بوكسنج ليه سبع أنواع سبع ستايلات بتنتشر في مصر غير اللجان اللي موجودة جوا اللي تحلل مصري الكيك بوكسنج النهار ده بقى امل كل حد في مصر عنده رياضة ومخللتش الشعبية تيجي جوا كيك بوكسنج وتتعرف جوا وده بالفعل اللي كل يوم بنوصله وكل يوم في تطور الحمد لله التطور ايضا لازم يكون في جهاز الفني تتكلمك بكل النواحي كابتن محمد هل انت عامل جهاز فني متكامل بمعنى الكلمة وتحديدا كمان لما اجيك كلمة انا حفضل اركز على اهم اتنين عندي اخصائي التغذية لأي بطل مهم جدا وتاني حاجة اخصائي النفسي الاتنين دول يمكن مش كل الاتحادات قدر اتوفرهم لأسباب كتيرة منها او اهمها أسباب مادية هل الكيك بوكسنج متكامل العدد وخلينا نقول برضو مادية مرتاح انه يقدر يوفر كل ده للعيبة مش بس فترات البطولات الكبيرة احنا النهاردة في خلال الاربع سنين دول النهاردة قدرنا نحط آلية لاختيار مدارب المنتخب اولا وكمان آلية لطريقة اختيار لعبة المنتخب واتفقنا على طريقة اختيار ومحلي ولا اجنبي محلي طبعا احنا عندنا لعبة الكيك بوكسنج الحمد لله الولاد اللي فيها متميزين وعندنا امل ان احنا نتسيد الساحة العالمية الفترة اللي جاية باذن الله لان طريقة الاختيار مبنية على الشفافية مبنية على الكفاءة يعني احنا بيقول مين المدرب يمسك منتخب مصر اكتر حد جاب لي لعيبة وصلة لمنتخب مصر ادري مررا ويوصل لي لعيبة لمنتخب مصر بنختار منهم مع المستوى الفني مع المستوى الاخلاقي اللي خليني متطمن الراجل ده جدير يمسل مصر واحنا نعملاش منتخب بس للقبار احنا عملنا منتخب للبراعم لأطفال الصغيرة من اول ست سنين بنأهلهم عملنا للناشئين عملنا للشباب عملنا للقبار البراعم ده بمقابل صح؟ عالفكرة لو حتى بمقابل ده جيد لان انت بتعمل ريفينيو للاتحاد فده مش غلط احنا عملنا في الجزئية دي عملنا المنتخب منتخب درجة اولى ومنتخب درجة تانية ومنتخب درجة تالية منتخب درجة اولى بطل الايه التصنيفي الدرجة التانية البطل اللي بيكسب بطوطة الاندية الدرجة التالتة هو اللي فيه مقابل عملنا منظومة اتمنى كل زميننا في الاتحادات الاخرى تجرب التجربة اللي احنا عملناها يعني تاخد بالتجربة اللي احنا عملناها دلوقتي احنا دقريبا بنقدر نشتغل من غير ما نفضل كل وقت شوقيا نروح الوزارة ودونا دعم قادرين نمشي واخطوطنا تتفتح ويبقى في لنا ابطال لحد ما أنا بقيت حس في الوزارة بكلام تشجيحهم يعني دكتور أشرف قال له يعني بقول عندي أفكار عشان أطور اللعب عايزة واحد ازاي في مصر فده هيجيب لنا دعم مالي عايزة واحد الأدوات في مصر فده هيجيب لنا ماليات كويسة للاتحاج أنا فجئت بوزير شعور رياضة بيقول لهم الرجل ده بيشتغل قدامي ساعدوه اللي هو عايزة عملهوله أدم ملايه خالف القانون نساعده نعمل كل حاجة تساعدنا ان اللعبة دي تبقى فعلا من أقوى الألعاب أنا كلام بيسعدني وحابب ان كل بيت في مصر انا باجي عندكوا هنا باعتبروا بوك إعلام كبير المصريين كلهم بيحبوا قناة الأهلي تعالوا لعب كيك بوكسنج كيك بوكسنج دايما بقول الرسالة دي الكيك بوكسنج هتقدر تلاعب بولادك اللي بيخاف هيلعب كيك بوكسنج هيقوي يقدر تدافع عن نفسه القوي هلقى نفسه فرصة يبقى بطل البنت اللي جسمها مش مظبوط هتعمل شابينج لجسمها اللي عنده حاجة نفسية ده يخليها أفضل هيزبطه هيزبطه فعلا الكيك بوكسنج بيطلع كل الطاقة سلبية اللي موجودة عندك الكيك بوكسنج فيه جزء استعراضي على نغامات الموسيقى فيه جزء بيستخدمه جوه الجمهات لللياقة البدنية الكيك بوكسنج فيه أبطال الكيك بوكسنج تسيّد دلوقتي في العرب بقنا لنا مكان في أفريقيا بقنا لها خدنا المركز الأول عالمية بنستعد نحن عندنا إن شاء الله في تركيا كاس العالم بنستعد لي عندنا بطولة العالم اللي جاية هتعمل إن شاء الله في بلد عربي في أبوظابي بنستعد ليها عندنا كم عدد أحداث دولية موجودة في مصر لعبتنا كل يوم بتنتشر لعبتنا تقريباً النهاردة كل نيادي كل مركز شباب كل نادي صحي موجودة فيه اللي جاي كل بيت اللي جاي كل أسرة اللي جاي إحنا اللعبة شعبية الأولى في مصر لو ربنا كتاب لنا الحياة إحنا الناس بنحب الرئيلا دي قوي شايفينها اللعبة دي جوا الجيش المصري شايفين اللعبة دي جوا المدارس شايفين اللعبة دي جوا الجامعات شايفيني اللي عمدي بوها الشركات عندنا أحلام كتير قوي بص يا فتن محمد طول ما فيه فكر متقدم ومتطور وبيشتغل كل ما حتلاقي النتائج دي على الأرض وخليني أقول لك ومعروف عني أنا ما بجملش يعني أنا قطر معنى أصح حضرتك وأنا قلت الكلام ده في غيابك من رؤساء الاتحادات اللي بتشتغل والاتحاد تعالى كيك بوكسنج من الاتحادات اللي بره الصندوق اللي هو إحنا مش عارفين إيه الصندوق ده فبالتوفيق لحضرتك واللي جاية أنا متأكدة أنه سيكون أفضل وزي حيك بتقول هي رياضة فعلا انتشر بشكل كبير جدا مؤخرا فأتوقع عليها فعلا نجاح كبير الفترة اللي جاية كل التوفيق لكم إن شاء الله شكرا لحضرتك جدا كابتن محمد شكرا لحضرتكم على متابعتي وأشوفكم بكرا إن شاء الله حلقة جديدة وعشر الصبح في الأهل شكرا للمشاهدة